ويلن للعالم من العثرات فلابد أن تأتي العثرات ولكن ويلن لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة تعرفوا حبائي عاوز أقول شيء مهم في هذا الموضوع من حديثة كثير من العابرين فيه عابرين اتعثروا من المؤمنين بقول الكتاب ويلن للذي تأتي منه العثرات واليوم أحبائي يا أنت مسيحي يا غير مسيحي ما تمثلش بالدين ولا تكون تاجر دين وكلامي للجميع بكل محبة لكن بدون مسايرة سواء كنت مؤمن مسيحي اسمي سطحي سواء كنت قسيس راعي كنيسة سواء كنت كاهن مطران بطرق في أي منصب يا جماعة مكتوب ألا يرعى الرعاة الغنم ركزوا عنيكو على يسوع خلينا نخدم القطيع الشعب الخراف ما نضوعش وقتنا في الأمور السياسية والتجارة الدينية والناس رح تكرهنا صدقني يعني إذا منكتب حتى على أي بوست على الصفحة هتلاقي هجوم كاسح الناس لأن كل شيء تفتح فإحنا مكشفين هوية مفتوحة فإما أنت بتكون شهادة حية أمام الجميع أو يمكن يسبوك يهاجموك ما عليش هذا اضطهاد بس إنه تكون أنت سبب عثرة للآخرين بسبب المصاري بسبب السياسة شو هاي المصايرة الدينية والسياسية ليه بتضوعوا وقتكو طب يا عمي ليش تكونوا رجال دين بلاش فوتوا ادخلوا السياسة في كتير ناس سياسيين مؤمنين مسحيين الله عم بيستخدمهم بس ليه تكون رجل دين وكل وقتك في السياسة وبتساير على حساب اسم الرب يسوع ويل لكم يقول الكتاب المقدس ويل للذي تأتي به العثرات خدام الرب قصص كهنة مطارني بحكيها بكل محبة ثبت عنيك وركز عنيك على الرب يسوع المسيح